لو تقول لنا يعني طيب ممكن الأهلي النهاردة زي ما حصل في المنتخب نتيجة للإصابات وشفنا ويمكن للإنذارات فشفنا لعيبة تانية ويمكن حتى ما كانتش بتلعب في الأماكن دي ولعيبة ما كانوش معروفين بالنسبة لنا بشكل كبير زي محمد عبد المناعم لكن شفنا تقلق ونجومية كبيرة الأهلي النهاردة في ظل كل هذه الغيابات الشنعوي وآيمن أشرف وبدر بنون ومحمد الشريف كل هذه الغيابات لحد بيتسو موسماني في انتظار المسحة ممكن يصنع الفارق يصنع نجوم جديدة وده شيء مهم بالحقيقة أنه دايما يكون عندنا بديل يقدر أنه يقوم بالمهمات الصعبة لزي دي أقول لك على حاجة برضو فيه فرق الفرق أن احنا بدأنا كمنتخب مصرف دور في بطولة أفريقيا بدور مجموعات فكان فيه فرصة للتطور والتدرج وأن احنا نصعد حتى لو مصعدناش أول هنصعد تاني لما كاس العلم الأندية هو نوك أوت هتتغلب المتش النهاردة فأنتم مش هتكمل المسارك في البطولة هتلعب على المراكز المتأخرة فالفرصة اللي اتيحت للمنتخب بنظام بطولة كاس العلم الأفريقية هي مش متاحة للأهلي في كاس العلم الأندية حاجة التانية أن نكمل إصابات والغيابات عن النادي الأهلي كبير جدا الأهلي النهاردة داخل تقريبا بدون دكة احنا نتكلم في 15 لعب منهم أربع حراس مرماوي يعني الموضوع صعب الحقيقة احنا كلنا نتمنى من لعبة الأهلي النهاردة أن هي تؤدي كما ينبغي زي ما بيقول جمهور الأهلي 11 رجل في الملعب لعبة تؤدي بروح وتؤدي بقتالية ده اللي مطلوب منهم ما اعتقدش أن الجمهور هيزعل على النتيجة لقدر الله إذا الأهلي يتعرض للخسارة أو حاجة إلا إذا كان اللعبة بتؤدي بروح كويسة لو اللعبة أدت بروح الجمهور هيكون راضي هيغفر لهم مثلا لقدر الله فيه خسارة أو كان بالضبط وكل حاجة وردة في الكرة اللعبة اللي موجودة لعبة كويسة على المستوى الفردي لعبة جيدة وحتى الصغيرين في السن واللي هيكونوا موجودين على الدكا وملعبة للمستقبل في مصر نتمنى بس أن هم يقدموا لقاء جيد ويتركوا انطباع كويس مطش صعب احنا بنقابل فريق بطل قرته هناك المستويات المفروض بتكون متقربة وهو التسعة الدوليين ناس اتكلمت كتير وقبل المباراة في اللي يامل اللي فاتت عندهم غيابات مايرحمل نطب من نفسنا بأي طريقة ده مش حقيقي التسعة الدوليين انضموا للمواسكر وحيكونوا موجودين منتري يغيب عنه لعب واحد فقط تعرض للصليبي من فترة فهم عندهش غيابات خالص لكن اعتقد زي ما انت قلت ان اللعيب هتعمل عليها وزيادة لانهم ما شايفين المنتخب شايفين كارلوس كيروش حاطة تعينه على كل لعب في اي فريق اي ان كان اي هو الفريق وهم كمان بيلعبوا باسم الناديهم واسم النادي الاهلي اسم كبير اكثر مشاركة في كاس العالم الاندية فهم اكيد عندهم ده وعندهم ان هما نفسهم يحققوا مركز مختلف الاهلي حقق تلت العالم مرتين فكان فيه طموح كبير ان الاهلي السنادي يوصل لكن توقيت المبارة الحقيقة لكن توقيت المطولة عمل ربكة كبيرة يعني انما اللي واثق في ان العيبة الاهلي النهاردة ان شاء الله هتكون عندها الحافز يبقى الاداء هو الفارق تقدم كل حاجة ممكنة النهاردة في الملعب اذا ربنا اكرمهم وقدروا وان شاء الله يقدروا يعملوا ده اللقاء الجاي حيكون فيه اللعيبة الدولية توقعاتك الى المبارة النهاردة ما عنديش توقعات انا بحبش لعبة التوقعات دي خالص للاسف انا اياسف يعني ما بحبهاش لكن بس اتمنى ان اللعيبة النهاردة تكون وقفة على رجليها وتقدم وتقدي بروح كويسة اتمنى ان شاء الله مسحة بيتسو موسيماني تتحول لسلبي ويكون موجوده النهاردة لان وجوده على الدكا حيكون فارق بشكل كبير مع اللعيبة بكل تأكيد اشتركوا في القناة